مرحلة الحرب على تنظيم الدولة ومن بعدها وكل نتائجها كان مدار بحث في مقال طويل لصحيفة لوموند الفرنسية الزبدة من هذا المقال يقول إن إيران هي المستفيد الأكبر من هذه الحرب بعد أن أتاحت لها توسيع تأثيرها في العراق وسوريا عبر مسار يبدأ من طهران ويمر بالمحافظات العراقية التي أعيد السيطرة عليها ومن ثم البوك مال على الحدود السورية العراقية وصولا إلى بيروت والبحر الأبيض المتوسط وهو مسلك بري إيراني رأت لوموند فيه حنينا إمبراطوريا لطهران على مستوى الجهوزية في تلبية لداء الإسلام في التمهيل لدولة العدل الإلهي دولة صحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه تفصل الصحيفة الفرنسية هذا المسار وتبدأ بالعراق لتقول إن وجود ميليشيات الحجد في المحافظات التي شهدت أعمال عسكرية رسم محيط منطقة تأثير إيرانية جديدة تمتد من محافظة الديال على الحدود الإيرانية إلى محافظة المصر على الحدود السورية وتغطي قطاعات تمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي هذا الأمر وصفته لوموند بالمراحل الأولى من المسلك الإيراني في الشرق الأوسط تعزيز المرحلة الأولى كان عبر جملة من الخطوات منها بناء تحالفات مع زعامات قبلية تقضي بأن يسمح لها بإدارة بعض المؤسسات في مقابل خدمة المصالح الإيرانية ومدهم بالمال والسلاح ولا سيما في محافظة ديال لأهميتها الكبرى بالنسبة لطهران وتتحدث الصحيفة الفرنسية عن خليط من الميليشيات التي شاركت في الحرب على تنظيم الدولة ورسم هذا المسار ليتبين لها أن الذي يجمعها أيديولوجية إيرانية يقسم أفرادها بوفائهم للمرشد الإيراني فقط لا غير على الضفة الأخرى وبالتحديد في سوريا ساهمت الميليشيات الموالية لإيران ولسيما ميليشي حزب الله اللبناني في انتزاع السيطرة على مناطق كانت خاضعة لتنظيم الدولة كما وساهمت في كثير من المعارك ضد قوات المعارضة السورية وتؤكد الصحيفة أن الإيرانيين استثمروا في شبكات النظام بغية الحفاظ على حضور في الأجهزة الأمنية لضمان السيطرة على البلاد وتأمين طريقها البري إلى لبنان عبر مدينة لقصر الحدودية وكذلك ضمان حصتها الاستثمارية من عملية إعادة بناء سوريا في نهاية المطاف تقول لوموند إن إيران هي الفائز الرئيسي من الحرب على تنظيم الدولة ومن يشكك بذلك تدعوه الصحيفة للنظر إلى واقع بغداد ودمشق وبيروت وكيفية خضوعها للنفوذ الإيراني ترجمة نانسي قنقر